التريد اندسكاونت بقى ايه هو التريد اندسكاونت خصم ده مش كل الناس هتعمله برضو مش هيفيد كل الناس يعني خصم الاستبدال هتلينا مكنة التصوير القديمة بتاعتك وخد مكنة تصوير موديل كزا ايمتها عشر تلاف جنيه خدها بستة تلاف جنيه مهما كانت حالة مكنتك القديمة هي دي خصم الاستبدال انك ايه ما تحسبش وانت بتبدل مع احد ما تحسبش ايه ايمت الحاجة اللي بتاخدها منه لان انت لو حسبت ايمت الحاجة تحولت الى باعتين يعني هو بعلك وانت باعتله زي ما يجي مثلا في العربيات يقول لك استبدل سيارتك القديمة ده مش خصم الاستبدال لان هو شاف عربيتك موديل كام حالتها ايه سعرها كام ويقال لك اه عايز ايه عربية زيرو خلاص هتدفع الفرق ده كده قيمنا هنا وبعنا واشترينا هنا وبعد رجعنا بعنا واشترينا خصم الاستبدال بيكون ليه اوقات تلفزيونك مهما كان حالته هتهلنا واحنا عندنا التلفزيون ده واربعة تلاف هتاخده بتلات تلاف بنعملها امتا؟ بتبقى زكية في الحاجات اللي فيها برودكت لايف سايكل احنا عاملين منتج مكان التصوير والمكانة التصوير هنا وهي هنا بعشر تلاف جنيه واحنا عارفين انها في خلال تلات اربع شهور هتبقى هنا وهتبقى بست تلاف جنيه وعارفين ان بعدها هتموت لان احنا في الوقت ده منزلين مكانة جديدة وهو الشركات بتعمل كده فييجي يقولك ايه؟ هي بعشرة لسه واحنا عارفين انها هتبقى بست ما بنجذبش عن الناس تعال دلوقتي هتلي المكانة القديمة بتاعتك ومهما كانت حالتها يقوم جايش هاي للمكانة بتاعت المنافس لان الناس دول بيكسبوا من بعد كده بقى والصيانة وبتاعة شيل المكانة المنافس ويديك المكانة دي بعرض وهو بيبقى منافس ها غالبا مكانة منافس يعني ميزتها الكبيرة انك بتلحق تبيع من المنتج وهو في الانهيار كده اكبر كمية لان المبيعات هتقل له وبتبيعها اه مدام كده كده هتنزل نستفيد بقى ان احنا ناخد ما ايه مكانة المنافس ونحط حاجتنا عشان نستفيد من خدمة ما بعد البيع ومن كده كده مش خسران رجل بيبيع مراتب اه اللي هي اللي ايه مراتب السوسة دي ا فمعامل عرضه وقال للناس مرتبتك القطن هتها واخد خصم ايه على المرتبة بس ايه مركة كابيتات ولا الحاجات لو بيوزحها دي فقال لي ايه فوجئت بكمية ناس عندهم مراتب كان عايزين يجيبوا المراتب الجديدة دي بس مش عارفين يود القطن فين وقال لي المخزن اتملق قطنه وباعوا بقى التاجر بتاع القطن والقطن ده اصله بي ايه بيريسايكل بيجيبوه بقى بيدول المنجدين بيشغلوه بس بعد الخصمة دي هو كان كسبا في المراتب بتاعته فعمل تروي وكسب من القطن فايه فكرة ضعيفة لان انت المنتج القطن ده مات وناس كتير بدأت تجرب السوسط لان الثقافة كانت زمان يقول لك لا بلاش استضهرك ده بتعمل وبتجيب امراض كلام طبعا مش صحيح فبدأت الناس تجربها بس طب هنحطها فين الناس يحطوها ايه يحطوا المرتبة التانية عليها تبقى عالية يحطها بقى فين تحت السرير مشكلة يعني فحلينا مشكلة لناس وعملنا قسم الاستبدال هات المرتبة خد المرتبة